يعني بتتعدد طبعا المناطق السياحية في مصر اللي بتتمتع بميزة السياحة العلاجية السياحة العلاجية هي مصدر دخل كبير جدا لعدد من الدول في العالم كيف يمكن أن نستفيد من مقاوماتنا في السياحة العلاجية لزيادة عدد الساحين؟ هو طبعا السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية يعني دولة مهمين السياحة لأن في المراكز العلاجية دي مهمة جدا وفي منظمة دولية المراكز العلاجية في مصر بتاخد من منظمة أو من هيئة دولية اسمها تيموس شهادة بأنها قادرة على الوفاء بكافة المقاييس والمعايير الدولية فدي بتبقى عملية جذب مثلا للجراحات للعيون للأسنان دي نوع من أنواع السياحة اللي هي السياحة العلاجية المراكز وطبعا الأطباء وكل ده ومصر مؤهلة تأهيل كامل ومؤتمرات دولية خاصة بالنقطة دي فيه السياحة بقى الاستشفائية وهي من ضمن السياحة العلاجية اللي احنا بنتكلم عليها ودي منتشرة جدا اللي هي بقى عين حلوان المياه الكابريتية الوحات 365 كيلو من هنا الوادي الكديد واحد سيوة الفرفرة الدخلة كلها عيون كابريتية غنية بالكابريت بالماجنيزيوم بالسوديوم بحاجات كتيرة وبتعالج الروماتويد والروماتيزم وإلى آخره فيه في سيوة جبل جبل الدكرور ده مشهور فيه عائلات متخصصة هناك للدفن بالرمال بتبقى في أوقات معينة فيه كل ده فده كله يعني مصر غنية جدا ده يعني في الوحات فيه ربعمية عين يعني يا حضرتك فيه وفيه في سفاجة وفيه في أسوان وفيه في سينة كل دي عيون كابريتية فيه برضو بتعالج الصدفية الروماتويد العايز أقول للأمراض الصدرية إلى آخره الدفن بالرمال تقوص في أسوان ومن أشهر الناس اللي جات في مصر ودفق الأغاخان واشترى هناك في أسوان الفيلة بتاعته والمسلق الضريح آه آه ده كمان مزار سياحي مزار سياحي كبير جدا ده دايما بيتظهر في النايل كروز في أي رحلة ما بين نقصر وأسوان فطبعا المدى يعني دي مدى الاستفادة من هذا النوع من السياحات طبعا فيه الفنادق فيه اتعاملت بهذا الشكل لطالب السياحة العلاجية بيجوا في الفنادق دي مجهزة بكافة التجهيزات المؤتمرات طبعا والهيئات الدولية اللي في السياحة الاستشفائية مختلفة السياحة العلاجية اللي هي زي ما بقول حريك اللي هي المنظمات دي اللي بتدي الشهادات دي غير بقى الناس المتخصصة في السياحة الاستشفائية في علاج الصدفية إلى آخره والدفن بالرمال احنا عندنا اول واحدة كانت طبعا موجودة اتعاملت حلوان ابتدت سنة 1899 تقريبا وفيها بقى مراكز كتيرة للعلاج وا 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 الاستفادة الكبيرة في ان نوع معين بيتم له التسويق لهذا المنتج السياحي لا ده بيعتبر منتج واحنا السياحة عندنا صناعة فده منتج سياحي بيسوق له بشكل معين في اوقات معينة من السنة في تطوره في دول منافسة برضو في اوروبا فاحنا بنحاول دايما نوجه الدعاية في وقت معين لهذا النوع من السياحة على مدار السنة لان التقص طبعا بتاعنا بيمتاز دي الميزة النسبية اللي عندنا انو حتى الدول المنافسة اللي حضرتك بتذكرها في اوروبا الجو مش مناسب طول السنة لها دي السياحة الاستشفائية بالزبط فدي جزء في عندنا برضو حضرتك في مراكز للقلب في مراكز للكلمة دي بقى دي السياحة العلاجة لهم ففي تجهيزات بتبقى فيه تجهيزات في فنادق كتيرة موجودة لدي او لدي حتى لزوي الاعاقة حتى لكذا الويلش الكرسي اللي بالعجل الى اخره يعني بيبقى فيه تسويق وفيه فعلا منظمات او هيئات او شركات بتبقى متخصصة في انواع معينة من السياحة وبالذات السياحة دي فبتدي للوكلاء والجروبات بتاعتها الافواج اللي هما يقوموا بالانواع بس طبعا مش 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 كتيرة ولكن هي هدف كبير ما عايزين نكتارها ازاي يا دكتور الاولا اللي بيحصل ان انت ما بتعتمدش على السياح اللي هو جاي تعالج فقط انت بتدي امتيازات وحوافز للسياح وعائلته واسراته خلاص بيبقى ليهم عايز اقول حوافز معينة وتخفضات معينة وسهولة الحصول على التأشيرات دي مهمة جدا ان واحد جاي تعالج بييجي ياخد التأشيرة في دول ما بتحصلش على التأشيرة لو انت بتوجه يعني في بعض الدول بتحتاج تأشير طبعا تسهيل التأشيرة لعائلاته واسراته وووو فيه ناس تقدر تستطيع الجلوس في الشقق الفندقية وفيه ناس تستطيع الفنادق بس الاكترية بتبقى بتنظر الى شقق فندقية فبتتوفر لها الامكانيات دي لانه السياحة الاستشفائية بتاخد وقت اه طبعا بتاخد وقت وبتقعد ممكن يقعد مثلا اسبوعين تلاتة لشهر اه وبعدين الوقت برضو ما انت مش هينفع يجي في الصيف مثلا عشان تده الشقق الفندقية المجهزة مهمة يعني بصرف النظر عن الفنادق اه لا ده الشقق الفندقية لعائلات المريض بالزبط اه وبتجهز لهم برضو برامج سياحية بتجهز لهم كل شيء كل بقى دولة وثقافتها الكالشر بتاعتها هل هو بيحب السياحة الشاطئية هل هو بيحب السياحة الثقافية هل هو بيحب يعيش السياحة التراثية انه هو يعيش الاطموس الجو بتاع المجتمع المصري في سياح كتيرة مثلا من دول العربية بيحبوا يخرجوا بالليل يبقوا قاعدين حتى لو هو بيجي تعالج من دول كتيرة بقى من دول الخليج ومن دول اليمن وإلى إلى آخره بيحب يجي مثلا يقعد يشرب شيشة يقعد يلعب طولة ينزل في الحسين ينزل كذا فده نوع يعني السياحات مرتبطة ببعض مع السياحة العلاجية فهو فيه أوقات وعلى مدار العام بتبقى متواجدة فهي التسهيلات اللي بتمنح طبعا التأشيرات إيجاد الفنادق جنب المستشفيات أو الشعر الفندقية بأسعار تتناسب معهم توفير الخدمات طبعا الأساتسة والدكاترة والأطباء كلهم متواجدين على أعلى مستوى بالنسبة للعيون الكابريتية وكده المتخصصين موجودين في كل مكان الفنادق مجهزة بكل شيء بتيجي برضو بيعودوا فيه ناس بتحب تعمل ميديتيشن تأمل وكده كمريض بيتعالج وبيدفن في الرمال وفي نفس الوقت أقارب وإلى آخر فطبعا ده كله مجهز وموجود المؤتمرات بقى حضور المؤتمرات والتسويق في وقت معين هو ده أهم حاجة بقى نيجي للنقطة اللي هي التسويق بالحوافز ممكن بقى يبقى فيه مثلا بنسوق بشكل برضو الطيران إنه نخفض التكاليف إنه هو يجيب أفواج معينة من التعاقد مع الشركات أو الهيئات المتخصصة في هذا النوع من السياح لأن دي بتبقى هيئات ما بتبقاش شركات كبيرة أو تور أوبريتور لا بتبقى هيئات أو منو ده برضو بيسهل كتير قوي في جذب أكبر عدد من السياح سواء سياحة علاجية أو استشفائية